شرع فريق الطوارئ التابع لفريق الهلال الأحمر درنة بحملة لتعقيم المؤسسات الخدمية والأجهزة الشرطية إضافة إلى المراكز الصحية والمرافق العامة بالمدينة نشكر جمعية الهلال الأحمر على الموجودات التي قاموا بها في مدينة درنة بخصوص مؤسسات الصحية والخدمية والشراطية حيث رصدت عدسة 188 جزءا من هذه الحملة والتي استهدفت أحد المراكز الصحية وهو مجمع العيادات محمود الهريش التابع لإدارة الخدمات الصحية الواقعة بمنطقة حي السلام قمنا بتعقيم مركز الصحي حي السلام بالكامل من الخارج والدخل هذه الحملة ضمن حمالاتنا التي نقوم بها في تعقيم باقي مؤسسة المدينة قمنا سابق بتعقيم المراكز الصحية بالكامل وبعض مؤسسات بالمدينة شكر خاص لهلال الأحمر بفرع درنة على الموجودات التي قاموا به في كافة درنة بالكامل وخاصة في وحدات مجمع محمود الهريش ويأتي هذا ضمن إطار الاستجابة السريعة لجمعية الهلال الأحمر ومن ضمن خطة التوعية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من خطر الإصابة بفيروس كورونا اشتركوا في القناة